ممكن ان تعرف الكرومة الخضراء يلي هي هي لكن ممكن ما تعرف افضل طريقة الاستخدامه لحتى تعزل بشكل جميل وصحيح وبشكل احترافي اذا حابب تتعلم كل هذا تابع معنا الحلقة مرحبا يا سعداء وقتكم انا محمود الجبني ونالكاميرا زوجتي رمطحان نحصل نوع افلام عمل حاوي فيدكم بهذه المعلومات القصيرة والسريعة في عالم صناعة الافلام يوم حلقتنا بدنا نحكي عن الكرومة طرق استخدامه ليش من نستخدمه لعدادات مثلاء لها وبعض النصائح الذهبية لحتى نستخدمه بشكل احترافي وجميل وما تعذبنا بعدين بالعزل اثناء المنتج طبعا ما بعرف الكرومة الخضراء هي 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 عبارة عن قماش اخضر او لوحة خضراء بتنحط وراء الشخصية لحتى نغير الخلفية وطبعا تستخدم بالدرجة الاولى بالافلام لحتى نغير مكان او نحط البطل مكان تاني او استخدام جزي اضافة ابنية او اضافة بيئة كاملة حتى فالاستخدامات عديدة في عالم صناعة الافلام ولا استخدامات كتيرة في عالم الانتاج التلفزيوني طبعا اول شي يا شباب بدي احكي ان الكرومة الخضراء مو اي قماشة بتروح بتشتريها وتجيبها وبتعلقها لازم تكون من نوع مخصص لهذا الشي يعني درجة لون محددة وايضا ما تكون لامعة يعني مت وهذا الشي بتلاقيه بالانترنت او بمحلات التصوير هي بتكون اغلى من القماش العادي لكن هي بتكون مخصصة ممكن تجي قماش او تكون وراء وانا بنصحكم تستخدموا اللقماش لعدة اسباب اولا فيك تكوي ويرجع شكله تمام وتستخدموا عدة مرات في حال بدك تغير المكان بينما الورق انت مضطر انه تثبته بمكان واحد وجرد ما شلته رح يتجعلك ويتغير شكله ما فيك تستخدمه مرة تانية النصيحة الثانية يا شباب انت بتحط الكرومة وراك لازم تكون بعيد عنها تقريبا بين المترين وثلاثة متار لحتى ظلك ما يعكس وما يسقط على هاي الكرومة بيعزبك بالعزل بصير مكان اكتر من مكان لانه هذا ايضا رح يعزبك بالعزل طيب شو الاضاءة لازم تستخدمها حصرا انت لازم تستخدم اضاءة ناعمة بيضاء او بسموها دايلايت بتكون سوفت وناعمة وبتوزع بشكل كامل عدد الاضاءة ممهم بقدر ما المهم هو توزيعها بشكل متساوي على الكرومة بالستوديوهات الكبيرة بيستخدموا كورات مضيئة وزعوها على الاسقف بالاضافة الاضاءة من الاسفل لحتى ينشروا على الكرومة بشكل كامل طبعا في استوديوهات بالكامل هي خضراء لهيك بوزعوها بهذا الشكل طيب انت كشخص شو توزيع الاضاءة عليك يفضل اضاءة الموزعة على الكرومة غير اضاءة المخصصة فيك وتستخدم انت ثري بوينت لايتينج هو قانون اضاءة توزع الاضاءة على اليمين اللي هو كي لايت او الفي اللايت وايضا على اليسار في اللايت او الكي لايت حسب انت الشي بدك توزعه وايضا يكون باك لايت يعني ضوء مصلط عليك بالخلفية وادا الشيء حكينا عنه سابقا بحلقة سابقة رح تشوفوه بالوصف يفضل انه الباك لايت يكون لون مغاير شوي عن الابيض يعني مثلا ممكن انت تستخدم لون وردي شوي لحتى اذا في شعر يحاول عند القص وعند العزل تطلع عنا ادق التفاصيل ايضا كتير مهم انه نستخدم عدسة فتحة عدسة كتير كبيرة لحتى يصير في عنا عزل جميل ومن خلاله نقدر نعزل الخلفية بشكل سهل ايضا ممكن بعد الكاميرا وندخل زوم اكتر على الشخصية لحتى نزيد من كمية العزل ونقلل كمية الديبت او فيلد او العمق البصري وهلا بعد ما صورنا فينا نعزل الخلفية ونستبدلها عن طريق برنامج ادوي بريمير على الكمبيوتر او عن طريق الجوال برنامج كاين ماستر حسر حظكم انه عملنا حلقة كاملة عن كيفية عزل الخلفية عن طريق هاي التطبيقات لحط لكم ياها بالوصف وهي كون انت صورت كرومة ومنتجتها وصار عندك حلقة جميلة انشرع على اليوتيوب وبتخبر اصدقائك انه جبتوا المعلومات من هاي القناة هاي معلوماتنا لليوم انا محمود الجبلي مرى الكاميرا زوجت هنا مطحان نحصل ناع افلام عم نحاول فيتكون بهي المعلومات القصيرة والسريعة في عالم صناعة الافلام وعالم الصوت والصورة من حييكم نقول لكم سلامت